هذه الحلقة الخامسة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة كان الحديث في الحلقة الماضية جواباً على أسئلة تدور مضامينها حول الخدمة الحسينية وبينت لكم من أن الخدمة الحسينية على ثلاثة أنحاء خدمة الشعائر خدمة المشاعر خدمة المعارف تسلسل الحديث حتى وصلت إلى تلك الصورة المهيبة لرأس الحسين وهو يتلو من سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة تشعب الحديث تشعب الحديث وتشقق حتى وصلت إلى ما قرأته عليكم من كتابي تحف العقول لابن شعبة الحراني حيث قرأت ما قرأت عليكم من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وصلنا إلى هنا قال الصادق صلوات عليه من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك مر الكلام علينا بهذا الخصوص ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقر بالطعن نسب النقص إلى الله لماذا؟ لأن الاسم محدث فالاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى مخلوق لأن الاسم محدث ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك بالإدراك من حيث أن الله يعرف الله أن الله يدل على الله يا من دل على ذاته بذاته هذا هو الإدراك ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة فهو ينطلق لمعرفة المعنى والمراد من المعنى ذات الله ينطلق من معرفة الصفات والصفات غير الموصوف الصفة غير الموصوف ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد فهذا شرك علني لأن الصفة غير الموصوف ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير هذا الذي يريد أن يحدد الله من خلال ما يدركه من أوصافه إنه قد صغر الله ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير وما قدر الله حق قدره قيل له فكيف سبيل التوحيد قال الإمام الصادق صلوات الله عليه باب البحث ممكن يمكن للإنسان أن يصل وطلب المخرج موجود طلب المخرج من الشرك ومن نقص العقيدة ومن الخلل الذي تحدث عنه إمامنا الصادق في كل الكلمات المتقدمة باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود إن معرفة عين الشاهد قبل صفته الكائن الذي يتحقق أمامنا أكان كائنا حسيا ماديا أم كان كائنا معنويا عقليا الكائن الذي يتحقق أمامنا إننا ندرك كينونته ندرك وجوده قبل أن ندرك صفته لأن صفة عارضة على ذاته إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه أما الكائن الغائب عنه إننا نعرف صفاته قبل أن نعرف عينه قيل وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه تعرفه وتعلم علمه وتعلم خبره وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك وتعلم أن ما فيه له وبه المثال الواضح الذي جاءنا به إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من سورة يوسف كما قالوا ليوسف من هم الذين قالوا ليوسف أخوة يوسف كما قالوا ليوسف بحسب قراءة العترة الطاهرة إنك لأنت يوسف بحسب قراءة المصحف أإنك لكننا نفسر القرآن بحسب قراءتهم صلوات الله عليه كما قالوا ليوسف إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي فعرفوه به عرفوا يوسف بيوسف فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب خلاصة الكلام فإن المعرفة المطلوبة لا أن تكون من أوهام قلوبنا من أوهام أنفسنا ولا أن تكون من مقدمات وأسباب هي تقع خارج الحقيقة إنما المعرفة أن ندرك الحقيقة بالحقيقة هذا الذي أكرره دائما من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها وهذا الاستدلال ليس خاصا بمعرفة الله هذا الاستدلال نستطيع من خلاله أن نستدل وأن نعرف الحقائق جميعا معرفتنا بالله تتخذ هذا الطريق ومعرفتنا بإمام زماننا تتخذ هذا الطريق علينا أن نعرف إمام زماننا وفقا لهذا المسعى لهذا الاتجاه مثلما عرف أخوة يوسف أخاهم يوسف إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف فأنا أدل على نفسي بنفسي إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف دال على نفسي بنفسي دلالة الحقيقة على نفسها قال أنا يوسف وهذا أخي فعرفوه به عرفوا يوسف بيوسف ولم يعرفوه بغيره ولا أثبته من أنفسهم بتوهم القلوب أما ترى الله يقول ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هذه اللقطة أخذت من الآية الستين بعد البسملة من سورة النمل وفقا للدلالة الرمزية في تفسير الكتاب الكريم وهذه قاعدة من قواعد التفسير القرآني في المنهج العلوي أما ترى الله يقول ما كان لكم أن تنبتوا شجرها يقول ليس لكم أن تنصبوا إماما من قبل أنفسكم تسمونه محقا بهوى أنفسكم وإرادتكم الإمام دال على نفسه بنفسه والإمام منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى لأنه وجه الله ووجه الله دال على نفسه بنفسه أما ترى أما ترى الله يقول ما كان لكم أن تنبتوا شجرها يقول ليس لكم أن تنصبوا إماما من قبل أنفسكم تسمونه محقا بهوى أنفسكم وإرادتكم ثم قال الصادق صلوات الله عليه ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم هؤلاء الثلاثة أولا من أنبت شجرة لم ينبتها الله يعني من نصب إماما لم ينصبه الله أو جحد من نصبه الله الذي ينصب إماما من عند نفسه هو في الوقت نفسه سيكون جاحدا للإمام الذي نصبه الله من أنبت شجرة لم ينبتها الله يعني من نصب إماما لم ينصبه الله أو جحد من نصبه الله هذا الثاني والثالث ومن زعم أن لهذين للذي نصب إماما من عند نفسه وللذي جحد إماما نصبه الله ومن زعم أن لهذين سهما في الإسلام فالذي نصب إماما من عند نفسه ليس له من سهم في الإسلام والذي جحد إماما نصبه الله ليس له من سهم في الإسلام ومن زعم أن لهذين سهما في الإسلام وقد قال الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة الخيارة لله سبحانه وتعالى خلاصة الكلام ما بيّنه سيد الشهداء حينما سأله السائل عن معرفة الله وهو أن تعرف الأمة إماما زمانها الذي تجب طاعته خلاصة القول هي هذه ولطالما قلتها لكم ديننا ديننا بكل تفاصيله تلخصه هذه الكلمة أعرف إمامك وعرف بإمامك كل الدين يجتمع في هذه الجملة القصيرة أعرف إمامك وعرف بإمامك فكل الذي تحدث عنه إمامنا الصادق يأتي واضحا في المثال الذي ضربه لنا إنك لأنت يوسف إنك لأنت يوسف معرفة الله هي هذه معرفة محمد هي هذه معرفة آل محمد هي هذه معرفة إمام زماننا هي هذه ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من لم يعرفه بهذه المعرفة فعرفوه به عرفوا يوسف بيوسف ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب هذه الكلمات القصيرة ترسم لنا النهج الحسينية النهج المهدوية الواضح فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب وهذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق أدعية العترة الطاهرة ومنطق زياراتهم ومنطق رواياتهم وأحاديثهم رواية مهمة جدا وجدا وجدا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة مية وأربعة عشر هذا هو كتاب التوحيد باب النسبة الحديث الثالث بسنده بسند الكلين المتوفى سنة 328 للهجرة بسند الكلين مؤلف الكافي عن عاصم بن حميد قال سئل علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه عن التوحيد فقال فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديث إلى قوله وهو عليم بذات الصدور من الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية السادسة إمامنا السجاد يتحدث عن هذه الآيات التي جاءت في أول سورة الحديث بعد البسملة من الآية الأولى إلى الآية السادسة إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون آخر الزمان بحسب ثقافة العطرة الطاهرة آخر الزمان يبدأ من زمن إمامة إمامنا الحسن العسكري لأن إمام زماننا الحجة بن الحسن في ثقافة العطرة يولد في آخر الزمان وقد ولد في زمان إمامة أبيه الحسن العسكري إمامنا الحسن العسكري استشهد في السنة الستين بعد المئتين من الهجرة فمنذ ذلك الوقت بدأ آخر الزمان هذا إصطلاح إصطلاح نحن لا نتحدث عن حسابات الرياضية هذا إصطلاح في ثقافة العطرة سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون هؤلاء هم الذين عانقوا القرآن وأدركوا شيئا من حقائقه لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن القرآن يقول من أن ظاهره أنيق الجمال والحسن في ظواهر القرآن جمال الأدب حلاوة الصور التي ترسمها الآيات جزالة الألفاظ إتقان المضامين قوة البيان رسوخ الحقائق جلاء الصورة الكاملة حينما تتعاضد الآيات فيما بينها هذه لقطة سريعة من قرآن نا أمير المؤمنين هو الذي يقول ظاهره أنيق وماذا بعد يا سيد الأوصياء وباطنه عميق هذا هو قرآن نا ظاهره أنيق وباطنه عميق فهؤلاء المتعمقون هم الذين استطاعوا أن يتجاوزوا الستارة الغيبية الرقيق وراء وراء ظواهر ألفاظ هذا الكتاب الكريم قطعا هذا لا يتحقق إلا بمعونة التفهيم من قبل إمامهم إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديث إلى قوله وهو عليم بذات الصدور إمامنا السجاد ضرب لنا مثالين هذا لا يعني أن الأمر يتوقف على هذين المثالين أواخر سورة الحشر في السياق نفسه الآية التي نعرفها بآية الكرسي وآيات كثيرة تقع في هذا المجرى الإمام السجاد ضرب لنا مثالين فمن رام وراء ذلك فقد هلك فمن رام توحيدا وراء حقائق التوحيد التي جاءت في سورة التوحيد وفي الآيات الأولى من سورة الحديد وفي الآيات الأخرى في سائر السور التي تأتي في السياق نفسه وفي المجرى نفسه إنها حقائق التوحيد فمن رام وراء ذلك من رام توحيدا وراء ذلك فقد هلك لأن التوحيد فكرة نأخذها عن المعصوم من خلال القرآن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطب محمدا وآل محمد من أراد الله بدأ بكم وماذا بعد ومن وحده قبل عنكم نحن لا نستطيع أن نعرف الله بتوهم من قلوبنا لا نستطيع أن نعتمد على قدراتنا الشخصية لا نستطيع أن نثق بمواهبنا مهما كانت عظيمة نحن لا نمتلك صلة مباشرة مع الله الذين يمتلكون الصلة المباشرة مع الله محمد وآل محمد من هنا نأخذ التوحيد التوحيد فكرة عقيدة مفهوم مضمون نأخذه من المعصوم لا نعتمد على قلوبنا ولا نعتمد على عقولنا هذه وسائل لا يمكن أن نثق بها يمكننا أن نثق بها في أصل الموضوع في الإجمال في حاشية الموضوع يمكننا أن نعتمد على عقولنا وقلوبنا لكن الكلام إذا وصل إلى حقائق التوحيد فإن توحيد لا يؤخذ إلا عن محمد وآل محمد لأنهم وجه الله الذي بيننا فمن رام وراء ذلك فقد هلاك التوحيد يؤخذ من أهل التوحيد وأهل التوحيد في هذا الكون محمد وأهل محمد مسخرة أولئك الذين يأخذون التوحيد من الصحابة الأعراب أعراب بدو كيف عرفوا حقائق التوحيد لا أريد أن أخوض في توحيدهم ومهازل ما أثبتوه في كتبهم نذهب إلى فاصل سورة الحديد الآيات التي أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان ويا ليتنا يا ليتنا كنا منهم بعد البسملة من الآية الأولى إلى الآية السادسة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بنحو إجمالي فإن العديد من المطالب لا بد أن أتناولها في هذه الحلقة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذا المقطع من الآية ينبئنا عن الذي تحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أننا نعرف الحقيقة بالحقيقة هذه هي الحقيقة كاملة هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذا الضمير الذي يقال له ضمير الغيبة ضمير الغائب ضمير الشأن هذا الضمير إذا كان يتحدث عني وعنكم بغض النظر عن أننا لسنا موجودين أو أننا كنا موجودين فضمير فضمير الغيبة إذا كان يتحدث عني وعنكم عن أمثالنا إنه يتحدث عن الغائب عن مشهد الحديث قد أكون موجودا ولكنكم تتحدثون عني وأنا موجود بقربكم لأنني لست مشتركا في مشهد الحديث ستعبرون عني بالضمير الغائب فدلالة الضمير الغائب علي وعليكم وعلى أمثالنا في الكلام الملفوظي المقرؤي المكتوب دلالة هذا الضمير أننا غائبون عن مشهد الحديث قد نكون موجودين في المكان لكننا غائبين عن مشهد الحديث لكن حينما يشار به إلى الله سبحانه وتعالى فإن المعنى سيكون مختلفا جدا فإن الضمير هنا يتحدث عن المصطلح الذي يعرف في كتب العرفاء في كتب الفلاسفة إنه يشير إلى الهوية الغيبية إلى غيب الغيوب إلى الجهة التي نحن نقطع بوجودها نثبت وجودها لكننا لا نعرف كنها هذه هي الهوية الغيبية بحسب ثقافة العترة الطاهرة إنها الحقيقة التي نثبتها نثبت وجودها لأنها تدل على نفسها بنفسها لا تحتاج إلى آثار توصل إليها لوضوحها لا نراها لا تراها عقولنا أضرب لكم مثالا حسيا تقريبيا حينما يقف أحدنا على ساحل البحر ماذا يرى هل يرى البحر إنه لا يرى البحر قد تعجبون وتقولون إذن ماذا يرى إنه يرى جزعا من البحر وهذا الجزع لا يمثل البحر فإننا حينما نقول وقفنا على ساحل البحر هذا التعبير ليس دقيقا هذا تعبير عرفي فيه مسامحة فيه تساهل هكذا تكون الأساليب الاعتبارية في التعبير لكي نفهم ونفهم ونتفاهم إذا أردت أن أكون صادقا من أنني أقف على ساحل البحر لابد أن أرى البحر بكامله فهل يمكنني ذلك حاسة البصر محدودة لا تستطيع أن ترى إلا ضمن نطاق معين فما أراه بعيني إنني أرى جزعا من البحر هذا ما هو البحر هذا جزعا من البحر ولا يصدق عليه التعبير بأنه البحر وإنما يصدق التعبير عليه بأنه جزعا من البحر إنني أقف على ساحل جزعا من البحر هذا التعبير الدقيق لماذا لا أرى البحر لأنه واسع لأنه أوسع من قدرتي على النظر والإبصار بعيوني هو أوسع مني هو أوسع مني ولذا فإني لا أراه وإنني أتحدث عن شيء آخر عن جزء يسير منه وبكلام ليس دقيقا أصفه بأنه البحر أي بحر هذا هذا جزء صغير من البحر حينما يقف الواقف على ساحل المحيط الأطلسي ما هي المساحة التي يستطيع الواقف على ساحل المحيط الأطلسي التي يراها لا تعد بشيء وهو يقول من أنه يقف على ساحل المحيط الأطلسي الكلام ليس دقيقا هو لا يقف على ساحل المحيط الأطلسي هو يقف على ساحل جزء صغير جدا من مساحة المحيط الأطلسي فلا يمكن أن يكون هذا المحيط الأطلسي لماذا؟ لأن المحيط الأطلسي أوسع مننا أكبر من نطاق نظرنا وإحساسنا البصري إذا نقلنا الكلام إلى الله قطعا لا وجه للمقارنة ولكننا ماذا نصنع لابد من استعمال الأمثلة الحسية التي تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة جدا فإن الله حقيقة غائبة عن عقولنا غائبة عن قلوبنا نحن نثبتها 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 المحيط الأطلسي وهذا التعبير قاصر فليس لله من أجزاء حتى نرى جزءا منه ولكن اللغة قاصرة فماذا أصنع من هنا فإن الهوية الغيبية هي هذه التي يشير إليها الضمير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهذه الأسماء نحتاج إلى شرحها لكن المقام ليس منعقدا للدخول في تفاصيل هذه الآيات وحتى إذا شرحناها فإننا سنشرحها انطلاقا من اللغة وأية لغة هذه التي تستطيع أن تحدثنا عن الله الكلام كله بحسبنا وإذا تجاوزنا اللغة وذهبنا إلى المعاني الحقيقية لهذه الأسماء في القرآن وأحاديث العترة فإن الكلام سيبقى كلاما مجزوءا لأن البيان الذي بين لنا بحسبنا وما قيمتنا وما قدرنا هل بيان مجزوء نحن لا نستطيع أن نحيط بالله من نحن كائنات لا قيمة لا هو الأول والآخر والظاهر والباطن غاية إدراكنا أن نثبت وجوده غاية إدراكنا أن نعرف من أن لأننا صغار لا نستطيع أن نبصره لا بعقولنا ولا بقلوبنا ولا بكل حواسنا ومداركنا نثبته بعقولنا ندركه بقلوبنا ولكن إننا لا نعرف كنه غاية معرفتنا أن نعجز عن معرفته وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري هذه غاية إدراكنا غاية معرفتنا عجزنا عن معرفته نثبت وجوده ندركه ندركه بالفطرة نحن صغار هكذا نقرأ في المناجيات التي تعلمناها منهم تعلمناها من أمير المؤمنين تعلمناها من إمامنا السجاد نخاطبه سبحانه وتعالى مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وَهَلْ يَرْحَمُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَيْتَ وَإِلَّا الْرَبْ وَهَلْ لَا تَنْتَهِيَ هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذه الهوية الغيبية الدالة على نفسها بنفسها التي نثبت وجودها وندرك نوريتها التي لا تتحسسها الحواس إنها نورية الحق إنها نورية الوجود الأصيل وجودنا عارض الوجود الأصيل لا يدرك بالحواس الوجود العارض هو الذي يدرك بالحواس لأنه وجود محدث لأنه وجود محدود مقيد الوجود المطلق بل ما فوق الإطلاق لا تستطيع هذه الكائنات المقيدة المغللة المحبوسة بنقصها أن تحيط بالحقيقة المطلقة بل ما فوق الإطلاق العبائر قاصرة والكلمات محدودة وثوب اللغة ضيق لا أستطيع أن ألبسه للمعاني العظيمة الواسعة هذه مشكلتنا ومشكلة اللغة وتلك عظمة المعاني التي يحدثنا القرآن عنها هو الأول والآخر والظاهر والباطن دال على نفسه بنفسه هكذا ندركه ندركه أنه الأول وأنه الآخر ولا بد أن يكون هكذا وإلا من أين جئنا من نحن ما قيمتنا من أين جئنا لقد جئنا من هذه الجهة التي هي الأولى وهي الجهة الآخرة وهي الظاهرة وهي الباطن إنه الأول في آخريته وإنه الآخر في أوليته وإنه الظاهر في بطونه وإنه الباطن في ظهوره وإنه 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 هذه هي الهوية الغيبية التي كان الصادق يحدثنا عنها وأن ندركها بها لا بتوهم القلوب ولا بشيء آخر يكون خارجا عنها أساسا هل هناك من شيء خارج عنها لكنها اللغة والمفاهيم القاصرة والمفردات المحدودة المفردات على مستوى الألفاظ أو على مستوى المعلومات التي في أذهاننا هذه هي المواد التي نشتغل بها فماذا نصنع ولذا فإن الكلام يكون عاثرا والمعاني تكون قاصرة والعبد لا قيمة له غاية معرفته أن يكون عاجزا عن معرفة ربه عجيب أمر الله هذا جعل عجزنا عن معرفته رحمة بنا معرفة له وإلا فنحن جاهلون عاجزون عن معرفته لكنه من فضله من لطفه أن جعل عجزنا عن معرفته معرفة لنا ومدحنا بهذا وقربنا إليه مع كل قصورنا وتقصيرنا عجيب أمر الله هذا آل محمد هم الذين يقولون عجيب أمر الله منهم تعلمت هذا عجيب أمر الله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحت الكائنات سبحت نزهت ولكن كيف نزهت إذا أردنا أن نغور في أعماق هذا التعبير إنها سابحة في بحار فيضه وتسبح الكائنات في بحار فيضه عين سباحتها في بحار فيضه تنزيه له تنزيه له لأنها حين تسبح في بحار فيضه في بحار لطفه إنها تعلن بذاتها عن ذاتها عن افتقارها إليه فهو الغني المغني وهذه الذوات فقيرة مفتقرة إنها تسبح بغناء هذه الذوات ضعيفة لا يمكن أن تكون موجودة خارج بحار فيضه ستكون معدومة ستكون عدما العدم شيء لا يمكن أن يخبر عنه أليس الفلاسفة هكذا يعرفون العدم العدم ما لا يمكن أن يخبر عنه ليس هناك من تعريف للعدم سوى أن نقول بأنه لا يمكن أن يخبر عنه ستكون عدما لا يمكن أن يخبر عنها ولذا فإن وجودها يتحقق وهي تسبح في بحار فيضه سباحتها في بحار فيضه عين تسبيحها عين تسبيحها إنها تعلن حاجتها وفاقتها وافتقارها له سبحانه وتعالى لا وجود لها إلا به إلا بفضله ولطفه وفيضه ولذا سبح كل شيء له سبح لله له وليس لغيره ومن غيره ومن غيره لا يوجد غيره التسبيح لله ولا يوجد شيء آخر سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض هذه أملاكه يتصرف فيها كما يريد أملاكه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو قدير على الإحياء قدير على الإماتة قدير على ما هو فوق الإحياء وما هو دون الإماتة وما هو ما بين الإحياء والإماتة قدير على ما أستطيع أن أتخيله وقدير على ما لا أستطيع أن أتخيله نحن ماذا نعرف عن الله وماذا نعرف عن أوصافه لا نعرف شيئا لا نعرف شيئا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن دل على ذاته بذاته وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كيف حدث هذا لن نستطيع أن نتصور الحقائق كما هي إذا أراد المعصوم أن يفهمنا يستطيع أن يفهمنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها شؤون الوجود شؤون التكوين تفاصيل الحياة في طبقات كل العوالم موطن الشاهد هنا إنني أبحث عن هذه الكلمة وهو معكم أينما كنتم وهو معكم معي معكم مع الجميع مع الأفلاك مع الملائكة في البحار فوق الجبال وهو معكم وهذه العبائر قاصرة قاصرة فإن الله مع الأشياء لا بملامسة وداخل في الأشياء لا بممازج سبحانه من هو هكذا لا هكذا غيره هو مع الأشياء ولكن لا بملامسة وداخل في الأشياء ولكن لا بممازجة هكذا علمنا علي توحيده هذه كلمات علي نحن نأخذ التوحيد من علي من علي وهذا هو التوحيد في مرحلة التأويل نحن بايعنا محمدا صلى الله عليه وآله في الغدير على مواثيق بيعة الغدير والتي من جملتها هذا علي يفهمكم بعدي إذا أردتم أن تعرفوا التوحيد فخذوا التوحيد من من علي من علي فقط وهذا هو توحيد علي وهو معكم أينما كنتم هو معنا أينما كنا هذا هو مضمون الاستدلال بالذات على الذات والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض تلاحظون هذا التكرار في الآيات له حكمته أتمنى أن أعود إلى هذه الآيات كي أقف عندها طويلا له له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هنا وإلى الله ترجع الأمور فالعقل فالعقل بكل ما فيه والقلب بكل ما فيه والإدراك بكل ما فيه ما رده إليه والعقل والقلب والبصيرة والفطرة تثبت وجوده تثبت وجوده لا يستطيع العقل إن كان سليما أن لا يثبت وجوده أنا لا أتحدث عن منطق علم الكلام ولا أتحدث عن منطق الفلاسفة أكان من المدرسة المشائية أم من المدرسة الإشراقية لا شأن لي بهم هناك حقيقة تتجاوز علم الكلام تتجاوز الفلسفة بكل مشاربها تتجاوز التصوف والعرفان وقولوا ما تشاءون هناك حقيقة أعظم منا حكاية جميلة تنقل عن الميرباق الإردامات الذي يصفه عرفاء الشيعة فيما بينهم بأنه المعلم الثالث لأن أرسطو يعبر عن بالمعلم الأول وربما يعبر عن الفاراب الفيلسوف بالمعلم الثاني الذين يحشقون الألقاب في أجواء عرفاء الشيعة في الأجواء السنية هذا الأمر ليس معروفا في الأجواء الشيعية يعبرون عن محمد باقر الداماد ألمير باقر الداماد هكذا يعرف بالمعلم الثالث كان يؤلف أكثر من كتاب كما يقولون في الوقت نفسه الخادمة التي كانت في بيته كانت تراقبه حينما يأتي للعمل في تأليف أحد هذه الكتب يتهيأ بشكل خاص يتوضأ يبدل ثيابه يمتشط يتطير كانت ترى عناية خاصة من ألمير باقر داماد بهذا الكتاب فضولها جعلها تسأله فقالت له ما هذا الكتاب الذي أراك تعتني به عناية خاصة قال لها هذا كتاب في التوحيد قالت وماذا تعني من أنه كتاب في التوحيد قال كتاب في إثبات وجود الله هذه 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 امرأة على رسلها امرأة لم تكن من أهل العلم ولا من أهل الكلام ولا من أهل الفلسفة والتصوف حين قال لها هذا كتاب مهم مهم جدا في إثبات وجود الله هي قالت هكذا على رسلها أفي الله شك فاطر السماوات والأرض حتى نحتاج إلى إثبات وجوده يقولون مير باقر داماد أغلق الكتاب وما عاد إليه وترك تأليفه حقيقة هذه أفي الله شك هذه حقيقة تتجاوز علم الكلام تتجاوز الفلسفة تتجاوز الإصلاحات والأوراق والأقلام تتجاوز البديهيات العقلية والأفكار النظرية حقيقة أوسع منا محيطة بنا وإلى الله ترجح الأمور كل شيء راجع إلي ما قيمة هذه الألفاظ ما قيمت هنا جميعا نحن هباء منثور في هذا الوجود العظيم لا أقول إلى جنب الوجود العظيم إلى جنب وجوده نحن لا وجود لنا إلى جنب وجوده وجودنا مجازي هذه الآيات الكريمة تدور مضامينها حول هذه الحقيقة ولذا فإن إمامنا السجادة هكذا أخبرنا من أن قوما متعمقين في آخر الزمان أنزل الله إليهم هذه الآيات ومن رام شيئا وراء ذلك فقد هلك حقائق التوحيد هنا وهذا يرجعنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم وإذا أردنا أن نروم شيئا وراء ذلك فقد وقعنا في الهلك هذه هي الحقيقة من الآخر إنك لأنت يوسف إنك لأنت محمد رسول الله إنك لأنت علي أمير المؤمنين إنك لأنت فاطمة يا سيدة الوجود إنك أنت الحسن إنك أنت الحسين أيها المغسل بدم الجراح أيها المجرع بكاسات الرماح إنكم أنتم العترة الطاهرة من سجادهم إلى مهديهم إنك أنت أنت يا قائم آل محمد أنت إمامنا أنت أنت وأنت سيدنا أنت أنت وأنت مالكنا وأنت وجه الله من أراد الله بدأ بك يا بقية الله ومن وحده قبل عنك ومن قصده توجه إليك أين باب الله الذي منه يؤتى في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء كل مضامين التوحيد هذه مع أن ني أجملتها إجمالا لضيق الوقت تجمعها هذه الكلمة في سورة التوحيد في الآية الأولى بعد البسملة الآية الأولى بعد البسملة قل هو الله أحد هذه الجملة هو الله أحد تلخص كل الكلام وفيها الكثير الكثير هو الله أحد ضمير الشأن هنا يشير إلى الهوية الغيبية التي حدثتكم عنها قبل قليل وتحدثت عنها وأشارت إليها الآيات الأولى من سورة الحديد التي أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان مثلما أنزلت هذه السورة أيضا حيث أخبرنا بذلك إمامنا السجاد صلوات الله عليه وقرأت ذلك عليكم من الكاف الشريف قبل قليل هو الله أحد الأحد ما هو الواحد الله ليس واحدا وإذا وقع التعبير عن الله بالواحد فإن الواحد هنا ما هو بواحد العدد الله أحد الله أحد أحد الذات التي ليس معها ذهت أخرى هذا هو المراد هو الله أحد إنه أحد 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 الذات التي لا توجد ذات أخرى إلى جانبها هو الله أحد هذه الهوية الغيبية التي شرحتها هذه الآية إنها الذات الأحدية التي لا يشبهها شيء مما في خيالنا والتي لا يماثلها شيء مما في خيالنا وأوهامنا وهي أسمى وأجل من كل هذا الكلام وما توحيدنا مهما بلغ ومهما علت مراقيه إلا هو بحسبنا فالنملة توحد الله بحسبها وسائر الحشرات والديدان وسائر الحيوانات وسائر النباتات والأحجار لأن كل شيء يسبح له التسبيح فرع التوحيد ما من شيء إلا وهو يسبح له أتحدث عن التسبيح في مستوى وجود الموجودات فهذا التسبيح هو فرع التوحيد ما من شيء إلا وهو يسبح له ومرت علينا الآيات قبل قليل هذه هي الذات الأحدية هو الله أحد الكلام هنا يتجاوز الألفاظ الكلام هنا يتجاوز المشاعر الكلام هنا يتجاوز الهواجس ماذا نقرأ في أدعية شهر رجب في أدعية شهر رجب وتحديداً في الدعاء المهدوي الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك وفي هذا الدعاء ترد هذه العبارة العظيمة الشأن لا فرق بينك وبينها بينك وبين حقائق محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وتأتي العبارة أيضاً فبهم بمحمد وآل محمد ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر اللا إله إلا أنت ماذا يقول هذا الدعاء عن التوحيد يا باطناً في ظهوره وظاهراً في بطونه ومكنونه يا مفرقاً بين النور والديجور يا موصوفاً بغير كنه حينما نصفك نصفك بغير كنه ومن هنا فإن صفة غير الموصوف يا موصوفاً بغير كنه ومعروفاً بغير الشبه حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود فهو فاقد لكل مفقود لكل نقص لا وجود له وفاقد كل مفقود ليس دونك من معبود أنت المعبود فقط أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ليس له من كيف يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين وليس له من أين لا نسأل عنه بكيف ولا نسأل عنه بأين يا من لا يكيف بكيف يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين يا محتجباً عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف هو الله أحد هذا الضمير ضمير الشأن هنا ضمير الهوية الغيبية نفحات من نفحاته هي هذه الكلمات التي قرأتها عليكم من الدعاء المهدوي الشريف من أدعية شهر رجل كنت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان تلاحظون التناسق الواضحة والاتساق البينة فيما بين سورة التوحيد في هذه الجملة التي اقتطفتها من السورة من دون أن أتوغل في سائر أنحاء السورة هو الله أحد وما جاء مذكوراً في الآيات الأولى من سورة الحديث ونحن نقرأ هذه الكلمات الكلمة الأولى هو الأول والآخر والظاهر والباطن والكلمة الثانية وهو معكم أينما كنتم والكلمة الثالثة وإلى الله ترجع الأمور هذه الكلمات تلخص حقائق التوحيد في كل الكتاب الكريم هو الأول والآخر والظاهر والباطن في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الحديث وهو معكم أينما كنتم في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الحديث وإلى الله ترجع الأمور في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الحديث آيات أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان مضامين القرآن المرموزة تشرحها لنا كلماتهم في أدعيتهم الشريفة في دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا من دل على ذاته بذاته نخاطبه سبحانه وتعالى يا من دل على ذاته بذاته وتنزها عن مجانسة مخلوقاته لا يجانسها كيف يجانسها فإذن لا يمكن أن نستدل بها عليه نستدل به عليه أما الاستدلال بمخلوقاته عليه هذا استدلال عابر واستدلال قاصر بسبب قصور عقولنا نحن نحتاج هذا الاستدلال في مسيرتنا إلى الله لكنه في الحقيقة سوء أدب مع الله سوء الأدب هذا يقبله الله منا فهذا هو واقعنا نحن نستدل بمخلوقاته عليه ما قيمة مخلوقاته يا من دل على ذاته بذاته هو لا يحتاج إلى دليل من مخلوقاته يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته إذا كان لا يجانس مخلوقاته فكيف تدل مخلوقاته عليه إنما هذا بسبب جهلنا بسبب بسبب قصور نظر عقولنا بسبب ضيق أفق قلوبنا يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته لا كيفية له فكيف يمكن لمخلوق أن يتصور كيفيات لله تتلاءم فيما بينها إنه أجل وأعظم وأقدس من أن يكيف بكيف أو أن يؤين بأين كما قرأت عليكم قبل قليل من الدعاء المهدوي الرجبي يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون الظنون هنا لا يقصد منها الظنون الباطلة لكن أرقى ما تصل إليه البصائر ظنون ظنون البصائر نحن لا نتحدث هنا عن الذهن البشري وعن حسابات الاحتمال والشك والظن والوهم وغير ذلك هذه ذنون البصائر أعلى ما يمكن أن تصل إليه البصائر يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون الظنون الباطلة هي التي تقترن بحالة الإدراك الحسي والعقلي الذي يكون ممتزجا مع المدارك الحسية حينما تكون معلومات العقل منتجة من الحواس نحن هنا نتحدث عن البصائر يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون زبدة القول هنا يا من دل على ذاته بذاته إذا ذهبنا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي إنه دعاء مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أيها الباحثون عن العرفان هذا هو العرفان عرفان السجاد لماذا لماذا تذهبون إلى ابن عربي وأمثاله العرفان هو عرفان السجاد صلوات الله وسلامه عليه عرفان الباقر والصادق هذا هو العرفان الحقيقي ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي من أدعية السحر في شهر رمضان دعاء طويل مبسوط إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان بك عرفتك بك عرفتك فأنت تقول في الدعاء يا ربي يا ربي يا ربي حتى ينقطع النفس ترددها إلى انقطاع النفس يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إلى انقطاع النفس تقول بعد ذلك بك عرفتك بك عرفتك أنفاسي لا قيمة لها أنفاسي تنقطع وينقطع عقلي كما تنقطع أنفاسي انقطاع أنفاسي إشارة إلى موتي وموتي إشارة إلى توقف حواسي ومدارك عقلي منك وبك وإليك بك عرفتك بك عرفتك وأنت دللتني عليك وحتى معرفتي بك فهي لم تكن بفضل مني أنت الذي دللتني عليها بك عرفتك وأنت دللتني عليك بحثوا في كل العالم هل هناك ثقافة كهذه بحثوا في كل مكان إنني أقولها ولقد تتبعت كتب الأديان وكتب الفلسفات وكتب المذاهب والله لقد تتبعتها عبر عقود من الزمن ما وجدت حلاوة كهذه الحلاوة ولا تلمست طلاوة كهذه الطلاوة ولست انشقت طيبا كهذا الطيب إنهم عترة محمد وهذا هو دينها ولذا فإن محمدا صلى الله عليه وآله أرجعنا إلى دين عترته هذه معالم دين عترته بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت التطبيقات العملية في أدعية العترة الطاهرة إذا أردت أن أوضح الصورة كاملة علي أن أقرأ كل أدعيتهم ولكن هذا ليس ممكنا لذا سأقططف بعضا من ثماره مليانعا هذه مناجات العارفين المروية عن سجادهم صلوات الله عليه إلهي إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك السبحات هي العلائم الهالات الأنوار إلهي إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك عجيب أمر الله هو هذا ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك وقد عجزنا عجزنا وحقك عجزنا وماذا نقرأ في مناجات الذاكرين المروية عن سجادهم صلوات الله عليه هذا هو العرفان السجادي المشرق إلهي إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك إلهي إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك نذهب إلى فاصل عن جابر بن عبد الله الأنصاري إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة إنها الصفحة السادسة والأربعون الباب الثاني الحديث الأول بسند النعماني عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وفد على رسول الله أهل اليمن فقال النبي جاءكم أهل اليمني يبسون بسيسا جاءوا يمشون بتأدة ووقار جاءكم أهل اليمني يبسون بسيسا إنهم يمشون مشيا هادئا جميلا فلما دخلوا على رسول الله قال قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم المنصور هذا هو اليمني منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصي حمائل سيوفهم المسك المسك جلد الخرافي وجلد الماعز فقالوا يا رسول الله ومن وصيك اليمانيون يسألون النبي أخبرهم بهذه الحقيقة من أن المنصور منهم ماذا يفعل هذا المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصي فلذا سأل اليمانيون عن وصي رسول الله فقالوا يا رسول الله ومن وصيك فقال هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا هو حبل الله له كما يقول أصحاب العمائم النجفية من أن الآية في جو الوحدة فيما بين الشيعة والسنة كذابون هؤلاء سفلة منحطون بيعة الغدير بيعة فرقت بين الشيعة والسنة بين الشيعة وغيرهم من السنة أو سائر الملل الأخرى اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فعلي هو الفاروق الأعظم الفاروق الأعظم الذي فرق بين الحق والباطل وهذه الأمة تفرقت فيه هذه حقيقة هؤلاء كذابون يضحكون عليكم في الفضائيات أو على المنابر من أن الآية تتحدث عن الوحدة بين الشيعة والسنة فقال رسول الله هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله علي فقالوا يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل فقال هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي حديث الثقلين هذا بصيغة قرآنية فقالوا يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل فقال هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي فقالوا يا رسول الله من وصيك فقال هو الذي أنزل الله فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله فقالوا يا رسول الله وما جنب الله هذا فقال هو الذي يقول الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو وصي والسبيل إلى من بعدي والسبيل إلى من بعدي من الأوصياء مثلما نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين السبيل بعد السبيل سبيل الله علي وآل علي صلوات الله عليهم فقالوا يا رسول الله وما جنب الله هذا فقال هو الذي يقول الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو وصي والسبيل إلى من بعدي فقالوا يا رسول الله بالذي بعثك بالحق نبي أرناه فقد اشتقنا إليه فقال هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين المؤمنون المتوسمون هم الذين يدركون العمر ببصائرهم وليس بأبصارهم فقال هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو لأن الله عز وجل يقول في كتابه هذا دعاء إبراهيم للعترة الطاهرة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بحسب قراءة المصحف بحسب قراءة العترة الطاهرة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم تهوي تسقط تهوى إليهم هذه قراءة العترة في رواياتهم وأحاديثهم لأن الله عز وجل يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي إليه وإلى ذريته إلى ذرية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم قال من الذي قال جابر الأنصار هو الذي نقل لنا هذه الرواية ثم قال فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين هؤلاء هم الذين جاءوا من اليمن وهذا كبيرهم كبير الأشعريين فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين وأبو غرة الخولاني في الخولانيين وضبيان ضبيان قبيلة قوم من أهل اليمن وضبيان وضبيان وعثمان بن قيس وقام وقام عثمان بن قيس في بني قيس وعرنتوا الدوسي في الدوسيين ولاحقوا ابن علاقة فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه تخللوا صفوف الناس الذين كانوا جلاساً في مجلس رسول الله إنهم الصحابة فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأصلع البطين يبدو أن تغييراً في التعبير بيد الأنزع البطين فهذا هو وصفه وهذا هو لقبه وأخذوا بيد الأصلع البطين هذه كلمة الأصلع تتردد في الكتب إنها محرفة عن الأنزع لأن الأنزع ما هو الأصلع الأصلع شيء والأنزع شيء وأخذوا بيد الأنزع البطين وقالوا إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله أنتم نجبة الله أنتم قوم نجباء أنتم نجباء الله أنتم نجبة الله حين عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه أو قبل أن تعرفوه قبل أن تعرفوه بسبب من الأسباب عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه أو قبل أن تعرفوه بسبب من الأسباب فبما عرفتم أنه هو يا أيها القوم اليمانيون فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا رجفت ليس خوفا وإنما رجفت حبا وعشقا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا إنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن الحالة التي عاشوها هذه التعابير تقريبية حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون وحلي والد هذه الأمة أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة علي والد هذه الأمة الإمام المعصوم والد الأمة فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون فقال النبي صلى الله عليه وآله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أنتم منهم أنتم منهم منزلتكم قريبة من الراسخين في العلم الراسخون في العلم محمد وآل محمد أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى وأنتم عن النار مبعدون قال فبقي قال جابر الأنصار فبقي هؤلاء القوم المسمون الأسماء التي ذكرت في الرواية فبقي هؤلاء القوم المسمون حتى شهدوا مع أمير المؤمنين الجمل وصفين فقتلوا في صفين رحمهم الله وكان وكان النبي بشرهم بالجنة وأخبرهم أنهم يستشهدون مع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين لقد عرفوا علي بعلياً بعلياً وهذا هو المنهج اليماني هؤلاء هم اليمانيون ولذا فإن اليماني لا يدعو لا إلى نفسه ولا يدعو إلى أحد من دون صاحب الأمر يدعو إلى صاحبكم لأنه يعرفه به يستدل على صاحبنا بصاحبنا هذا هو المنهج اليماني فيتفرد عقله وقلبه بالدعوة إليه فقط لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى أي كائن آخر هؤلاء هم اليمانيون تلاحظون التنسيق والاتساق في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ الحديث عن المنصور ثم فصل التفصيل مثلما نقل لنا جابر الأنصار واتضحت الصورة في نهاية الأمر من أنهم عرفوا علي بعلي يا خدام الحسين هذه هي الخدمة الأفضل أقول للذين كتبوا الرسائل وسألوا الأسئلة عن الخدمة الأفضل هذه الخدمة الحسينية الأفضل إنها معرفة الله ومعرفة محمد وآل محمد وفقا للمنهج اليماني أن نعرف الله بالله يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته نعرف إمام زماننا به نستدل على الإمام بالإمام وهذا هو الذي أدعوكم إليه دائما أعرف إمام زمانكم وعرف به هذا هو الدين الحسيني الحقيقي صار واضحا لدينا من أن الخدمة الحسينية على ثلاثة أنحاء شعائر مشاعر معارف الخدمة الشعائرية الخدمة المشاعرية والخدمة المعارفية الخدمة الأفضل هي الخدمة المعارفية الخدمة الشعائرية والمشاعرية مطلوبة نستعين بها على نشر معرفة إمام زماننا يا ليت مسيرة الأربعين ومواكب الأربعين تتبع هذا البرنامج خدام الحسين من الآن يحاولون أن يتعرفوا على إمام زمانهم من خلال هذا المنهج إنه المنهج اليماني مئات من الساعات ومئات ومئات موجودة على الإنترنت من برامج قناة القمر الفضائية تعلمكم وترشدكم إلى هذا الطريق يا ليت خدام الحسين يتعلمون هذا المسلك ويعرفون إمام زمانهم بحسب المنهج اليماني وحينئذ سيعرفون الحسين معرفة يمانية مهدوية فاطمية علوية محمدية مشاعرهم وشعائرهم تبقى مستمرة يوظفونها لنشر معرفة إمام زمانهم يا أيها الحسينيون ألخص الكلام لكم في جملتين الجملة الأولى يا خادم الحسين أعرف ثم اختم يا خادم الحسين أعرف إمامك وعرف بإمامك هذه هي الخدمة المعارفية عرف بإمامك من خلال الخدمة الشعائرية خدمتكم الشعائرية ستكون مباركة ستكون تحت أنظار إمام زمانكم حينما توظفونها لنشر معرفة إمام زمانكم لكن في البداية عليكم أن تعرف أمير المؤمنين يقول لكميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة فإذا أردتم أن تتحركوا في مجال الخدمة الحسينية حركة مهدوية عليكم أن تعرف إمام زمانكم وفقا للمنهج اليماني أن تعرفوا إمامكم بإمامكم إنك لأنت يوسف ما عرفوه بالتوهم في القلوب ولا عرفوه بغيره عرفوه بنفسه إنك لأنت قائم آل محمد إنك لأنت الحسين إنك لأنت أمير المؤمنين أنت أنت يا أمير المؤمنين أعرفوا إمامكم ولتكن خدمتكم في الأربعين القادم خدمة وعي خدمة معارفية وأعود وأقول يا خدام الحسيني يا خدام الحسيني أعرفوا قبل أن تخدموا أعرفوا إمامكم وعرفوا به هذه الخدمة المعارفية الأفضل هناك جهات ما أشرت إليها بسبب انتهاء الوقت أتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أحدثكم في هذا الموضوع وأذكر لكم الجهات التي ما استطعت أن أذكرها في هذه الحلقة نلتقي غدا في حلقة جديدة من أسئلة وشيء من أجوب سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر